تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 407 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 89 طن لمواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 32 طن مواد غذائية وغير غذائية تم دبط أكثر من 56 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 606 قضايا من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال دبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم دبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 37 طن ونصف الطن من الأقماح المحلية ترجمة نانسي قنقر